خلينا ننطير إلى الأستاذ علاء حمام ونتحدث معه فقط عن ردود أفعال ما حدث في موضوع حمدي النقال حديث مصر كلها أستاذ علاء حمام سلام عليكم طيب السلام أستاذ عبد الناصر تحديد حضرتك والحضرات السلام مشاهدين يعني أستاذ حمدي أستاذ علاء سمعت طبعا وانت متبعني انفرادنا مع أنس بن ميم ويمكن إحنا سألنا أسئلة جديدة يعني لم يسأل هذا أقول لك على مفادة أقول لك على مفادة تفضل أنت الوحيد وكابتن شوبر اللي قال معاكو معادي الشكوى السليم أيوة أنت وكابتن شوبر بس اللي قال إن هو اشتكى من سبع شهور يعني اشتكى في سبتمبر لما زوجة حمد النقال كلمت زملائنا في اليوم السابع فاكر وسجلولها المكالمة وسجل المكالمة لحمد النقال فاكر أنت الوحيد وكابتن شوبر اللي حدد معادي الشكوى السليم حمد النقال بساعة ما عمل مداخلته مع زملاء في اليوم السابع رئيس النبي جابه وداله فلوس وخليه عمل المداخلة في قناة الحادث ساعتها يكتب الزملاء في اليوم السابع يقول ما أطلت شيء ما كلمت الفعافيين ما كلمتش حد وخد فلوس ومشي تمام؟ تمام المفروض أنت كده في رضيه ما تشتكيش لأ ساعتها حمد النقال اشتكى اشتكى بشهر سبتمبر وهو طبق بالشكوى ماشية ومشي من الزمانة يوم اثنين ديسمبر اثنين اوكي اثنين ديسمبر شهر اثناشر كتب على صفحته أنا ليه مستحقات ما خدتهاش وخبات مش هروح التدريب وعمش من الزمانة تمام يوم كان يوم اثنين ديسمبر تمام الوكيله أنا الزمانين اعترف معك انت بس ومعكبت انشبير على موعد الشكوى الحقيقي ان عند النقال اشتكى في يوم في شهر تسعة لما تسجلوا في اليوم السادع والزمالة في اليوم السادع تسجلونه تسجلوا لسوق اللي زوجته وهي بتشتكي ان هي ما خدتش فلوس وما خدتش مستحقاتهم وان هو عيروق المنتخب ومش يرجع تاني ساعتها دي رأيس النادي جاهز وانداله فلوس وطلع في الحدث قال لك ما حصلش مكلمته الصحفيين ده كده ده ما حصلش ورجع بعد كده الزميل الصحفي كلمه قال له ازاي طول كده قال له ما عليشش عسى ناخد فلوسي بتاع لكن حمد المقاض كميرات جواه والمحامد بتاعه ان هم هيشتكوا الزمانة واشتكوا من شهر تسعة طيب وهنا كمان وهنا كمان يا علاء دلوقتي انس بن مين بعت لنا الترجمة ها ويمكن هي باللحمر هنا في على التليفون وانا بعرضها الايميل مرفق في القرار الذي انفرجنا به معكم وبشكر الاعلام طبعا انا قلت له الزمالك عظيم وحضرتك افصل الزمالك عن هذه المهاترات وعضيتكم مع رئيس النادي لان احنا هنا وانا جل بطلبه منك النهاردة انت كزمالكاوي موقفك ايه على لا طبعا انا سيد الكاوي طبعا هو اه ما حدش قال ان فيه شكوى جير المقاذ ووكيله تمام هم بس قالوا ان فيه شكوى وفيه حكم اه حكم خرق طبعا مثالت ان ديه شكوى ده كلنا عارفين ان اللاعد اشتكى الزمالك وان الزمالك اشتكى واتهموا بالغروب وعدم الالتزام بالتعاق تمام ما حدش خرج العقوبات اه الزمالك كتاب حكم ضده ويتعاقب غير اه انا الزمين وكيل حكم مقاذه وانا حكم مقاذ بس تمام هم بس اللي قالوا ان احنا معانا الحكم وهم اللي يقولون ان الحكم وطن الزمالك وطن الاتحاد الكورا ووطن النادي الهدفاني ايه عطيه حكم المقاذ والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي هو الاتحاد الاوروبي هم عادت اللي بيقولوا الكلام ده تمام اه انا بالاول قمت ونحنك اشتكى في شهر اتناشا بعد ما مشي مستحيل يخرج لحق تمام لكن لما اتقل معاك ديني وكتب معكات انشغير وانت واتحت انشغير فقط اللي قال معاكم تاريخ الشكوى وانت اشتكى تمام اه الزمالك دي ممكن فعلا يخرج لحق ممكن يخرج لحق لكن هالحكم اللي حطر عليه سليم برضو انا سبينين ناوع في تطرحاته الاعلامية تمام يعني اول ما اشعر اتكام من ساعات قالك الزمالك هيدفع الفلوس وهيتمنع من الكتب اللعيدة ثلاث في ثلاث بفارات تزديد ده غلق اجع في كنامه وقال لك لا ده لو بفع التلوس خلاص ما فيش متانته تزدي تمام بفع التلوس يقايد دراحته لا اولا انشغل بقى ان نفس الزمالك ما تتعلمش ضد الحكم يعني حتى لو وحمده ما تتعلم خد حكم الزمالك منحقه يتعلم ضده منحقه يتعلم عليه ما هو ده خلي بالك اللي احنا انفرجنا به ومع انا جبن ميم شخصيا ان الحكم اول درجة والزمالك يحقن له الطعن ولكن في المحكمة الرياضية ليه الكاف خلال عشر تيام لو رأى عليه العشر تيام ياخد مهلة واحد وعشرين يوم للمحكمة الرياضية الدولية ما عملش ده يكمل خمسة واربعين يوم للدفع بعد كده تتغلز العقوبة انه يدفع ولو ما دفعك يقف القيد احنا الوحيدين اللي انفرجنا اه يعني لسه في درجات تقاضي ولسه حتى لو كلام انا الدينين سليم وكلام حمد النقاط سليم لسه الزمانك هيقدم مستندات ويستهدف عن حكم ويطعم وممكن العقوبة تتخطب ما تبقاش بالرقم ده ما تبقاش مليون متلو خمسين الف دولار انت مش معاك انا متفق معاك ولكن يبدو ان في فضيحة حصلت لان هو بيقولك عندما قلبت المستندات قلبت مننا ومن الزمالك احنا قدمنا المستندات الزمالك لم يقدم شيء وده الانفراد اللي عندنا دلوقتي ان احنا عنقول احنا عندنا احنا عنقول حاجة مهمة بعد انت ما تخلص ان الوقفة اللي وقفها انا 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 متماسك ان انت انا هقولك على انت مدام بفعت الملقك ده نادي الزمالك طلع بيان انا من الوقت اسمانظري شايفك يا ريسي بيان كارثة ارن البيان لو سبحت على ارن البيان ارن البيان ارن نادي الزمالك حقه ده رد الزمالك الرسمي البيان البيان بيقول اصدر من الوزار الزمالك بيانة رسميا يرد على محام اللاعب التونيكي حمد النقل بعد اعلانه على حصول على حكم التحدي دول كورت القرم البيبال وكارين النادي من اليوم تلو خطيها الفدوار يطلح موكره ومنعه من الكب لمدة ثلاثة فترات اه اه كتجين يعني ثلاثة فترات تزجين العيدين اثمينة تمام من جانب التحدي الدول كورت القرم البيبال بشغل مرسل ناعب الحمد النقل اعلان تحدي الدقة تجاه اتعادات وكين اللاعب الهارض قلت بقى ويؤكد شريك الاسلام ودير التعقودات والتسويق والمصهور على الملفات الزمالك جنادي يتفرض من مضاعف بالبيبال انا نادي لما يتسلم اي خطابات بشغل هذا الامر ولا نادي اي ملف يوزبط اتعاد وكين اللاعب سواء الاتحاد المصر قط القدم او للنادي اه تمام يودي يقولك ان النادي بيجمع ملفاته عشان يحافظ على مقفه وعلى حقه في اللاعب اللاعب هارض وان هو هارض بدون ثابت النقاط هو طبعا خلينا اقولك اول انفراد ان حد تضحك عليهم للأسف طبعا الود سليم شريف اسلام ده كان شغال في احد شركات المحمول وجه في النادي وده زغلول كبير اوي ملفه اسود وده لا 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 خليني خليني بس اقولك المعلومة خليني بس اقولك المعلومة خليني بس اقولك المعلومة اقولك المعلومة دي عاد ساعدك ان حد تحك عليهم قبل البيان وقالهم مفيك اجتماعات اصلا للبيفا في زمن الوباء دي وقت كورونا والموضوع ده اوانطة فهم اعتمدوا على المعلومة الغلطية اسمع اللي بقولك عليها تفضل ايه ما انا عارف ووكينه والوكين طلع ورد ما لسا اقول تفضل طيب تفضل وانا اتكلم مانهية دي المعلومة اللي اقولك عليها حد تحك عليهم واقلهم مفيش اجتماعات تمت والبيفا ما بيجتمعش اصلا مايعرفوش ان في حاجة اسمع كونفرز وفيديو وتليفونات تعلم ما بتفهمش تفضل امان انا بقى من روضة نظري الكارثة اللي هي فيها ناجل زمالك فضل ان ناجل زمالك احل الملف ده من شريك اثنيام مدير التعاقدات والتسويق تمام لان ها قلت شريك اسلام دراجي شغلت شركة مخمول اه يشل تغوت يفلح قطوب يتكلم يرد على عملة اه جدوه ودخلوه لفرط التسويق مع خالد رفعت بعد كده اه ميشي خالد رفعت هو موسك الهجارة ايه علاقته ده بالنطوية وبقوانين الفيزا يعني راجل كان شغلت شركة محمول جبتوه شغلتوه بالتسويق ايفاهمه هو في اللوايح وبقوانين الفيزا علشان تولي البيان راسمي ان هو انا سرعا ملفات الزمالك جناب نتفرد المنازعات بالفيزا اه يعي دي كانت سألوا ايه في النادي رفعت ميشي خالد رفعتني على مركع رفعتني قلتك يوقف شريك اسلام يبقى عقدات وقتصوه ولما تصوه عن ملفات الزمالك جناب نتفرد المنازعات بالفيزا يفهل ايه شريك اسلام اني كان شغلتو شركة محمول اه شغلتو سويق بقى شغلتو عن تهني تجال خدمة عمله يفهل ايه هو في الهجم تفرد المنازعات بالفيزا مثل ايه انت تتمنسيكه ملفات زي دي وعادي برانت الهجم نتفع رد علي وانت بتختار الموظفين بكسوعك اه عم تتقي المحاراة والحب وهو يكون اه يقع على طاحت ابنك اه تحبك يحب ابنك ايه شغلتو ده في الهجم تفرد المنازعات بالفيزا علشان يمسك ملفات زي دي اه فطبعا ده 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 بلوقت نظري دينك ريفي انه هو انه ريفي النادي يشيل الناس ده لشريف اسلام ده 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 كارثة اكبر ده كارثة اكبر اه متالت ان حاك قلتو انه فعلا النادي الزمالي كان عندو معلومة ان ازيبها مش شهدين وان هو بأجل انه من دول اعشان الكورونا اه دي ثلاث سنينة وديه وكيل الناعب كشف ان الكلام ده انا مش حايني مرضو سيد محمد دانيومي لما اتكلم معاك وانا بنتكلمته قبل ما يطلع محايا كلام قال لا ازيبها شغالة وتقبل مخطبات وحنا قبل ما يخرج انا الزمالي مع حضرتك ويكلف احنا بعتك ورقة من البيضة وخطبنا البيضة ويجيبها رد ان هو شفال وقال اني الهقع بتقعه نشر اخر حاجة خاصة بالاحكام الخاصة باللعيبة يوم 6 ابريل ويكلام انا الزمالي وكيل المقار دون ان هو حصل على الحكم يوم 9 ابريل اه هنشوف طبعا ذو اتكلم هنزالك لسه عنده موقف انه قوة اه عند اشتبات بس طبعا لازم الاستخد شريف اتكلم اه نورة تم كان شباب شكة محمول وشغاله في التسويق لازم يريحوا على دم ويجيبوا حد بيثهم في اللوايا والقوانين وهو الانفك الوراس ده مش شريف اتكلم خالص ويالت نجل رئيس النادي رائح شوية برضه عشان ما عندوش فكرة اي حاجة اصلا اه ما يجبش اصحابه داني دين مش عيز بك في جديد صاحبك اه ملسات الزمالك هو راجل اه ما اعتقدش انه عندو اي فكرة خالص عن اللوايا والقوانين فطبعا دخرة ايجال رئيب رئيب من رئيس النادي يجيب دليل قاطع ان الزمالك بيضار كعيز ده مفيش لوالح ولا فكر ولا اقبارة ولا يسوب ولا اي حاجة خالص نهاي لما جيب واحد امتغل شركة محمول جبتو امتغلتو بالتسويق اتعاني مشوها من خالد بصعة مشي خالد بصعة بمسك التسويق امتغل ملفاء نجلة خالد المزعات في البيضة ده بامرت ايه ان شاء الله ايه الامارة يعني ايه الامارة عندو اي فكرة في النوايا والقوانين جا ولا اقبات البيضة ولا خطوات من التقاطب البيضة عشان امتغلوا بامرتين شاء الله ايه الا امارة ايه العبقرية اللي اكتشافها رأيتين انهم فتاحدهم وشنوب اكلام ايه العبقرية اللي اكتشافها ايه علاقة واحد واحد من شركة محمول راح نسيك تسويق. ان هو يدخل في لجنة مندحة للبيضة. طيب انا عركة. ودارسين. واخدين دراسات. طيب. ده الزكال بيختلفوا. الزكال الخموة اللي واحدة يختلفوا. بيختلفوا في مجالهم في اللوائحة. ده يقول لك رأي وده يقول لك رأي وده يقدم لك براهيم. وده يقدم لك براهيم. طيب استعزنك. ومحاقين. طبعا. الانجاني بتجيه محمل روتين.